الله فروك يا عروس لا 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 اي يا حبيبي؟ يا حبيبي مدنة ايه ومنخير ايه؟ من امراتك على سنة الله ورسول الله أنا مربطش اشيلك يا حسن حد بيشوفنا ده أنا اللي هشيلك في حباب عيني يا نور عين بس زي ما تفقنا طبعا ولا من شيف ولا من دل سبتم بقتل يعني انت مالي عيدك من أخوكي؟ طبعا يا حسن يا خس عليك وانا اللي مش مالي عيد من أخويا كنت جيبتو شفر لبقى تدخلي تغيري دومك وتلبسي لي حاجة تطير الكسين اللي بنبوخ هلبس لك حاجة مش تطير الكسين اللي فراسك تطيرك انت نفسك بس يلا حبيبي حضر القعدة عبل ما غير نعم أنا حضر القعدة يا دي البداية لا البداية دي مسكويس خلاصي حبيبي هوضب أنا وبلاش أغير لا 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 تعالي تعالي ادخلي غيري دومك وأنا هضطب كل حاجة بس هو هتضخري علي ايما كده تعادل انا حبت رجالة للدلعن اللي اقولي بالحق يا حبيبي المنايل العلقانه اللي ما يسمى اللي اسمه عصفور ولا غراب ده هو يعرف اللي بينه وبيدك لا 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 يعرف ايه كل اللي عرفه ان احنا صحابه بس احسب بلوش ده بقراه لللابل ليه ليه هو عملك حاجة عملك حاجة هو يقدر لانا كنت نسلتش بشبي على دماغه ونتبت ريشه ما هي سيبت منه بقى احنا وانان قدي الليلة في الكلام ولا ايه يلا حبيبتا هسنا انا وراها شغل كتير شغل ايما بقى مني حسن لي وعرفت بتروح الشغل الله 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 هكшь هتخلينيو بطل شوج طبيرين بالله العظيم هلنخليك انتبطي اللي رأس ونوعد احنا الانتنين صي احنا مризتونيش أجل الكاس والأه والكس يا باش مهندس كريم أنت يا باش مهندس كريم يا باش مهندس طينا لما أشوفه عايزي ايه 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 انا قيت لك انا مال ايتك ما تستعدش حالي خير في حاجة هل تستعد عليها يا باش مهندس ايه هيا خلاص بيت اننا أصبعناكم انا مش فهم حاجة انت عايز ايه عايز لأسمنت ان انت خد تعال انت شباب أسمنت ايه يا راجل انت وانا شفتك وانا عارب خيلة قائلك قبل كده الله 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 هيبقى كده ايه تعالوا عن معلم تعالوا عن معلم احضارنا انت ايه حكايتك بصبت يا راجل انت بيه بس يا جماعة انلع بقى يا باش مهندس اعرف يا البلالب بتتحدي فعلينا دي ما تتعدل بكلامك يا جادا انت ايه اللي بيه ده قبلك بش مهندس ايه باش مهندس خلال مند عملين عسمنت وهم افروض كان يوارسوني منه اسموع فقادي يا معلم وانت مش اقول ما انا هتعمل معا فيها هيا دي برضو وصل معلمة يا معلم ما تتعدل بكلامك يا جادا انت قبلك بش مهندس مش تاجل عسمنت انا بتعملت بها كتير لكن ما حرفش بمراه بيه اللي حتاظه ايه ده مش مرز مش هديه الملم على ايه انا اخذ حاعملنا اخذ حاعملنا حاعملنا اخذ حاعملنا ما اقول اللي بيحصل ده يا كريم حضرتك برضو تصدق كلام الرجل الكذاب ده وكمال بيتبتهم ضحروك انه بيغش في المونة انت عارف ان انت اول واحد يقول كلام زي ده حضرتك ليه مش مصدقني قول لي انت اصدقك ازاي ده كل ده تخطيط ضحروك علشان يخلاله الجو انت عارف ان ده حروك هو اللي دافع عنك قصادي ما هو لازم يعمل كده عشان المؤامرة تبقى طبيعية اخصاره يا كريم اخصاره انا فعلا انت خداعت فيه حضرتك تصد ايه لا اصد ولا ما اصدش انا مش هجيب سيرة بالله حصل ده لأي حد لحد انت ما تقدم استقلتك من نفسك انا مش هعايز عامك رسطن بيزع مني وهو اكيد هيلاقي لك مكان تاني تشتغل فيه لا يا بابي كريم مش ممكن يعمل كده دي مش اخلاقه انت تعرف ايه عن اخلاقه انت تعرف ايه عنه اصلا اعرف كل حاجة انا كنت بشوفه كل يوم كان بيحكيه على اخلاق ضحوك اي صفة كنت بتشوفيه كل يوم بصفة ان انا مديرة مكتب حضرتك ومن حق ايه اعرف كل حاجة تخص الشغل انا عارف انت بتدافع عنه ليه لانه انسان محترم لانه انسان كذب عليك خلك تصدقين الافان دي كان جاي عشان يتقدملك عايزي تجوزك مش هيا دي الحقيقه؟ والله يا بابي حقيقه تشرفت بس الكلام اللي عبدالقاوي بيقوله عنه ما شرفتش امكر عبدالقاوي منحازل المقاول بتاعه عشان هو اللي بيسهله شغله مع الحكومة اه فهمت كده مال ادماغك ضد عبدالقاوي وقال ايه كمان عليه يكونش قاله انه حرامي لا ما قالش كده بالزبط بس قالني فيه مصالح بينه وبندحوك ده شغله ومناش دعوة بيه بابي المول ده بتاعنا ولو حصل اي حاجة هنبقى احنا المسؤولين المول دامش بتاعنا لوحدنا عبدالقاوي الشريك فيه ومش عايز اسمعك تكلمة تاني اتفضلي على مكتبك ولا يهمك اللي حصل انا اصلا كنت مستنيه انه يحصل من بدا وازاي باباك يصدق كلام الرجل الحرامي ده ما هو صدق كلام امكل عبدالقاوي كده ببساطة ايوا انت ناس انت فيه بينهم مصالح كبيرة؟ على العموم انا مزعلان على الوظيفة يامين انت مهندس شاطر جدا وممكن تلاقي من يوم شغلية انا بس اللي مدايقني الطريقة اللي سبت بيها وظيفتي وهم كده كده كانوا هيفدوك لانهم مش عايزين حد يتدخل في شغلهم انا فهمهم كويس انا خلاص مش هشتغل عند اي حد تاني ام اللي هتعمل ايه بقى حطاعت في البيت من غير شغل؟ انا من غير شغل ممكن يجرالي حاجة انا قررت انا واحد صاحبي كده مهندس نفتح مكتب مكتب؟ وانت معاك فلوس؟ الحمد لله معانا اللي على قدنا اللي ممكن نكتدي بي ان شاء الله طب دي فكرة حلوة قوي انا ممكن اساعدين ساعدين بايه يا اساعدكو بالفلوس يا فريدي ما كنتش عرفك كنت هفتح المكتب ولا ما كنتش هفتحه انا قصدي يعني ان انا بقى شريكة معاك بعدين بقى نشوف الموضوع ده طب الراحة ما تتحميش قوي كده خد دي روح عالبي كل دي مهندس لا 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 خلاص يا حبيبتي انا شبعة انت قوي 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 اخس عليك يا ساحس حد يقول لجمالات حبيبته من شبعة؟ وانا اصدق على الاكل وقال ان حاك تقومي بقى عشان تروح الفابة حسان انت اتأخرت قوي اتأخرت؟ يا سلام يعني انت خايف ان انا اتأخرت؟ ولا خايف عشان الانتخابات والبراجان ده اللي بعملها لك سعط النمب يا حبيبتي انا مش عايز بس حد يشك فيك ويديك اه ها شك فيا ما انا بجي لك كل يوم مش عاوزهم يشكوا فيا بقى الدهب والشكل اللي اتغير مش هشكوا لسه؟ انت اصلي كان ان هم عارفين؟ طبعا اه ما حدش بيقول لك تراحة فين ولا جايا منين؟ يا حبيبي كرا ايه هم عارفين لانا صغيرة ولا انا قاصل يعني ما حدش بيلسن عليك ايه ييلسن يا ويلو اللي اتطلع لسان جمالات منبؤة لا انا كده بقى باحد يخاف منك انت لسه مخافتش يا حبيبي بش عارف اقولك انت بش عارف ليه؟ عشان خوفي لازيز تعم وبحبك انت اطلعت لي من؟ ايه انت اللي اطلعت لي من؟ يا حبيبي اااااااااا nuestro الله الله قبلت ون пока رائحة اللي اتطلع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة